هذا واحد من اهم الطرق الحيوية الهامة تكمن اهميته في كونه يربط بين محافظة شبوة وعدا وغيرها من المحافظات ولأهمية هذا الطريق تم انشاء جسر السلام في منطقة نقبة بمحافظة شبوة نهاية القرن الماضي حيث يعد من الجسور التي تشكل شريانا رئيسيا للحياة وتلعب دورا رئيسيا في تسهيل عملية نقل الشاحنات وتنقل المسافرنا بحرية وسلسة السلام اسم اطلق على هذا الجسر الذي بناه الصينيون اواخر السبعينيات ولم يكن له من اسمه نصيب حيث تعرض الجسر لقصف مقاتلات التحالف في سياق العمليات العسكرية ضد مليشي الحوثي الانقلابية التي كانت تحتل أجزاء واسعة من محافظة شبوة وللأسف شديد من يوم ضرب الجسر والمواطنين في معاناة شديدة جدا معاناة يعانونها زي ما انتم شايفون الترلات كانت في حالة يعني يرثى لها الطريق سيء جدا وكذلك لما تكون فيه أمطار لأن الوادي هذا تقريبا يصب فيه أكثر من ثلاثين شعب فمنسوب المياه يرتفع حاليا إلى أربعة متار أو خمسة متار مع استمرار المعاناة جراء قطع هذا الطريق الحيوي ارتفعت أصوات أبناء المحافظة للمطالبة بضرورة الإسراع في ترميم الجسر الذي تسبب تدميره في إعاقة حركة السير على الطريق عقب القصف جسر السلام كان بمثابة شريان يوصل بين محافظة شبوة ومحافظة عدن لم يكن له من اسمه نصيب فطالته غارة للتحالف أودته إلى ركام واستمرت بعد ذلك معاناة المواطنين صالح سالم قناة بلقيس شبوة